فيما تتجه الحكومة إلى مجلس النواب لتواجه لثلاثة أيام مناقشة في سياستها العامة يبدو أن سياستها المالية مازالت متعثرة مع استمرار تعليق موضوع صلفة لـ 8900 مليار ليرة لتغطية الإنفاق الإضافي عن العام 2011 رئيس الجمهورية ميشيل سليمان الموجود في أستراليا والذي يطالبه بعض فريق ثامن من أذار بتوقيع مشروع القانون لحل المشكلة يتريث من باب أن ممارسته صلاحياته تدخله طرفا في النزاع بين المعارضة والأكثرية على خلفية الملف المالي وهذا ما ليفعله لأنه بحسب أوصاته حكم وليس طرفا وانتخب رئيسا توافقيا للبلاد فيما تؤكد أوصات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنه لا يملي على رئيس الجمهورية ما يفعل وأن الموضوع قيد التشاور بانتظار عودة سليمان وإستعتبر هذه الأوساط أن القضية معقدة وتحتاج حلا سريعا تعلق على المعلومات عن دور طلب ميقاتي من النائب وليد جونبلاط أن يلعبه للتوصل إلى مخرج تعلق بالقول ثمة طروحات ونمط رئيس الحكومة واضح في دراسة الملفات بهدوء بعيدا عن الصخب والأعلام للتوصل إلى حلول في وقت لم تنفي أوصات جونبلاط للأم تي في وجود مثل هكذا مسعى لكن الأمور ما زالت في بداياتها وتحتاج لبلورة مصادر تكتل التغيير والإصلاح من جانبها ترى أن رئيس الجمهورية عندما يطبق الدستور لا يدخل طرفا في أي نزاع مشددة على أنه لم يصدر أي موقف عن سليمان يعلن فيه رفضه توقيع القانون وأن دعوته للعودة إلى مجلس النواب موجها للربع عشر من أذار للمشاركة في الجلسات التشريعية وتمرير مشروع القانون وتكرر أوصات التغيير والإصلاح أخيرا رفضها الربط بين 8900 مليار ليرة و11 مليار دولار لأن القضية الأولى ليست تسوية بل هي آلية دستورية وقانونية لتسيير المالية العامة